كيف انا اغتسل من العادة السرية بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو دي طب العادة السرية محرمة فاذا وقعت في هذه المعصية فتوب الى الله المصيبة بقى ان بعض الشباب بيطرق الصلاة عشان بيعمل العادة السرية فقولك ما ناصلي صلاة كده كده مش نفعل الكلام ده باطل صلي حتى لو بتعملها كل يوم تركك للصلاة اعظم بكتير من فعل العادة السرية طب اغتسل ازاي تغتسل زي اي اغتسال عادي حاجتين مهمين قوي النية نية رفع الجنابة لان كده حصل لك جنابة نية رفع الجنابة وتاني حاجة تعميم البدن بالماء بس خلص كده انت اغتسلت العادة السرية من جماع صحيح من اي خرج المني احتلام حتى كل واحد نية رفع الجنابة اغتسال تعميم البدن بالماء بس لانصحك بحاجة وانت بتختسل انوي مع رفع الجنابة رفع الحدث الاصغر اللي هو عشان الوضوء يعني. ليه? عشان بعد ما تخلص تصلى ركعتين. بنيت ركعتين التوبة. ايه ركعتين التوبة? النبي قال لما يا حد يعمل زنب يتوضى ويصلى ركعتين ربنا يغفر له زنب ده بازن الله. فانت على طول كأنك نوع من تجديد التوبة على طول. يا عمد انا بعملها كل يوم. معلش. حتى لو موت قبل ما تعمل اليوم التاني يبقى انت تبت. وممكن تكون عندك نية ما تقعش وبعد. لا يعني ايه? ممكن تموت بعد ما صليت ركعتين وتبت الى الله. ممكن تأخر التوبة دي والتطهير ده والركعتين دول يخليك تأخر شوية. بدل كل يوم بقت كل ثلاث ايام بقت كل اسبوع. ما تستهونش. فعود نفسك ان الزنب ده طبعا هو مش حاجة آآ يعني اساسية ولكن هي من السوق من 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 المستحب. اذا وقعت في زنب صلى ركعتين توبة. برضو لما اشتلو لك طب ما انا هاعمل العادة وهيتوضى واصلي وقابل ربنا وهاعيط. طب ما انا معلهاش. هتلاقي نفسك. فانت اختسل ونية مع رفع الجنة بحط نية الوضوء او رفع الحدث الاصغر. وبعد كده بعد ما تتخلص غسط صلي ركعتين. يبقى ان شاء الله دي يساهم معاك في ترك هذه العادة المحرمة. دعا الفيديو بشير والاكم من شارك في القناة. شكرا كل مرة جاءة والسلام عليكم.